بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان ويوم جديد في حب النادي الأهلي البداية لازم نرحب بأشقاءنا وأخواتنا من دولة الإمارات العربية الشقيقة اللي منورنا ومشرفنا في بلدهم مصر طيب الأقامة بإذن الله والسعادة والفرحة بكل شيء ويتركوا لنا سعادة وفرحة الفوز والانتصار والصعود بإذن الله لكن أهلا وسهلا ومرحبا بيهم في بلدهم مصر النهاردة الأهلي ويوم جديد وحلم جديد وأمل جديد الحلم أن يتوج النادي الأهلي بالبطولة الأفرو أساوية الأمل أن يواصل النادي الأهلي مسيرته في بطولة الانتر كونتنينتال وبإذن الله العزيمة والإصرار وكل نقطة عرق هي اللي حتكون وسيلتنا للوصول إلى هذا الأمل وهذا الحلم الأحلام مش بعيدة عن النادي الأهلي كان أقول لك الأحلام بالناس تتحقق دلوقتي الأحلام بالأهلي بتتحقق الأحلام بأبطال النادي الأهلي برجال النادي الأهلي بجماهير النادي الأهلي بإدارة النادي الأهلي بكل منظومة النادي الأهلي تتحقق بإذن الله مواجهة ليست بالسهلة على الإطلاق بالعكس بل هي مواجهة في قمة الصعوبة نادي كبير هو نادي العين الإماراتي هو بطل أسيا والذي أقصى الموسم الماضي نادية النصر والهلال من البطولة ثم بطل اليابان وتوجه بطلا لقارة أسيا الكبيرة ولكنه واجه أيضا عملاق إفريقي عربي عالمي وهو النادي الأهلي النادي الأهلي أضيف الدائم على بطلات كأس العالم للأندية والحائز على أربع برونزيات النادي الأهلي بطل أبطال إفريقيا والحائز على اللقب 12 مرة منهم أربعة من آخر خمس مرات النادي الأهلي بنجومه الكبار النادي الأهلي بشموخه وعظمته وكبرياءه وكفاحه التاريخ واحده لا ينفع ولكنه مع هذا التاريخ الإصرار والعمل والجهد واختيار التشكيل الصحيح واللعب بطريقة صحيحة وبأسلوب صحيح وبتكتيك صحيح فريق صعب جدا فريق العين خصوصا خطه الهجومي النموذجي بتتكلم على سفيان رحيمي بتتكلم على كاكو بتتكلم على بلاسيس بتتكلم على محمد عباس فريق هجوميا فريق صعب جدا ولكن كلنا ثقة في أبناء النادي الأهلي وفي نجوم النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي على موعد مع تتويج جديد بإذن الله على موعد مع كاس جديد بإذن الله على موعد مع كأس جديدة توضع بإذن الله في دولاب بطولات النادي الأهلي ولما لا فالنادي الأهلي دولابه مليء بالبطولات ولكن ينقصه هذه البطولة الجديدة المستحدثة وحسنا فعل الفيفا عندما جعل هذه المباراة من يفوز منها بطلا للبطولة الأفرو السوية هيكون معنا النهاردة ان شاء الله زملائنا فاروق صلاح وكريم أحمد ومريم سميح ونوران طمان من كل الأنحاء من داخل استاذ القاهرة من خارج استاذ القاهرة من داخل النادي الأهلي بالجزيرة هنشوف ونتابع الأجواء هذه الصورة حاليا قبل المباراة بحوالي ساعتين من داخل الاستاذ الجماهير عايزة أقول لكم عاملة كرنفال في الاستاذ وفي محيط الاستاذ وجنب الاستاذ وقبل الاستاذ وبعد الاستاذ حساها رحلة حساها فرحة نعم لأن الأهلي دائما وأبدا هو صنع الفرحة صنع الفرحة بوصوله إلى هذا اللقاء لأنه لو لم يكن النادي الأهلي بطلا لإفريقيا ما شاهدنا هذا اللقاء كان العين حيلعب أي فريق من المغرب من الجزائر من تونس من ليبيا من الكنغو من جنوب إفريقيا ولكن لأن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا فصنع الفرحة حتى قبل أن تبدأ المباراة تزداد الفرحة بإذن الله مع فوز النادي الأهلي ترتسم الابتسامة على وجهنا جميعا مع انتصار النادي الأهلي الكل في الانتظار والكل يعرف ويعلم أن النادي الأهلي قادر ودائما وأبدا هو الأكثر قدرة على تحقيق الانتصارات وأيضا على رسم الابتسامة على وجوه جميع المصرية